اهلا بكم متابعي قناة فروم الروكو في نشرة اخبارية جديدة وهذا ابرز عنوانها اختطاف طفلات وصارقة سيارة اجرة بالعنف بولاد تايمة والدرك يفك اللغز ولن نتفاصيل لكن قبل البدء لا تنسوا وضع اشتراك في القناة واعجاب بالفيديو تمكنت مصالح الدرك الملكي بمدينة ولاد تايمة بتنسيق مع مصالح السلطة المحلية والقوات المساعدة في ظرف قياسي من فاكل غز اختطاف طفلة صغيرة من طرف والدها الذي عمد الى سرقة سيارة اجرة صغيرة من وسط حيش نينات بمدينة ولاد تايمة تحت التهديد بواسطة الصلاح الابيض وحسب مصادر مطلع فان هذا الجانح عمد الى سرقة سيارة اجرة صغيرة وسط المدينة بعدما هددت سائقها بواسطة سيف كبير حيث قام بعد ذلك باختطاف بنته من بيت زوجته التي لا زالت على خلاف معه وصل الى المحكمة واضافت مصادر الجريدة بان هذا الشخص حاول الفرار من المدينة حيث عمد الى سلك طرق ثانوية لكنه اصطدم باستنفار امني كبير من عناصر الدركة الملكية التي كانت مدعومة من طرف القوات المساعدة حيث تمت محاصرة هذا الجانح باحد الدواوير دواحي للتيمة ليتم توقفه وتحرير الفتاة الصغيرة وحج سيارة الازرة المسروقة ذات المصادر اوضحت بان المصالح الدركية قامت بتوقيف الجانح الذي كان في حالة اندفاع باحترافية قبل ان يتم توجيهه صوب مركز الدرك الملكي حيث تم تحرير محاضر قانونية في النازلة ليتم تسلمه بعد ذلك لمصالح الامن الوطني على اعتبار ان الجريمة وقعت بالنفوذ الترابي لمفوضية السرطة بولا تيمة وخلفت هذه العملية موجة من الارتياح والتنويه وسط الرأي العام المحلي بولا تيمة كما اعادت الابتسام للام وابنتها خصوصا وان هذه القضية شغلت الشارع الهواري كنتم مع نصرة اخبارية الى اللقاء